شخص الإيجابي يعمل، يبذل، يجتهد، لا يتوقف، لابد من جهد بدن، لابد من خطوة إلى الأمام، كل شيء له سبب، لابد من عمل كل عام وأنتم في خير موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا وهو حول مكافحة الفاروة بالأحماض أو المواد العضوية هذه المواد متوفرة في الأسواق وذات جودة عالية جدا ومصنعة وفقا لضوابط ومعايير صحيحة هناك مداخلة قام بها الأخ الأستاذ أبو حسين من اليمن مع المهندس بسام الركابي من سوريا وهذا الحديث في مجمله تحدث عن طرق وأساليب استخدام المواد العضوية في الفصول الأربعة الصيف والربيع والشتاء والخريف وحتى أثناء وجود العسل الموضوع مهم جدا ويهمنا جميعا حول استخدام المواد العضوية الطبيعية في مكافحة الفاروة فكونوا معنا السلام عليكم كيف بك يا أبو حسين إن شاء الله مبسوط الله يسلمك ويسر لك ويفتع عليك رح أعمل لك أدة مقاطع صوت على الأحماض الله يسلمك ويسر لك السلام عليكم بالنسبة لحمض النمل حولنا حمض النمل من حمض متبخر لحمض مع محلول سكري منحط 70 غرام من حمض النمل الفورميك أسد تركيزه 65% منحطه 70 غرام منه بلتر محلول سكري واحد لواحد ومنسقب النينة زجاجة من تبعات المي بإبرة ومنحط بين الإطارات بين الإطارات هذا استخدام حمض النمل بطريقة غير التبخير بطريقة إنه حولنا لحمض كل شي اسمه حمض بالإنجليزي اسمه أسيد فورميك أسيد حولنا لشكل سائل هاي أول طريقة لاستخدام حمض النمل بطريقة تحويله لمثل حمض الأوكزاليك السلام عليكم استخدام حمض الأوكزاليك الحمض الأوكزاليك بيجي عبارة عن بودرة بودر بالإنجليزي حمض الأوكزاليك منحط 35 غرام لليتر محلول سكري ومن نقط بين الإطارات يعني الفراغ بين الإطارين وممتاز وفعاليته كويسة جدا حمض الأوكزاليك خلط حمضين مع بعضون خلط حمضين مع بعضون حمض الأوكزاليك مناخد منه 15 غرام ومناخد من حمض النمل 30 غرام من حمض النمل هلي تركيزه 65% الفورميك أسيد ومنحطهم بليتر محلول سكري ومنحطهم بين الإطارات منسرب بين الإطارات منسقه بالنينة ومنصير من مشية بين الإطارات مننزل من هذا المحلول هدول استخدام حمضين السلام عليكم هذا التركيز السابق اللي حكيناه بين دمج حمضين هذا نحن سوينا طلعت جامعة ألمانية وبعدت لك أنا ثلاث صور مكتوب كتابات عن جامعة ألمانية وعملوا دواء وهذا الدواء يتألف من حمضين ولكن استعملوا مواد غير نحن المواد اللي استعملناها هي نفس المواد ولكن التركيزات مختلفة حطوا من حمض الأوكزاليك 44 غرام وحطوا من حمض النمل أو الفورميك أسيد 5 غرام حمض النمل تركيز 65% مع ضمن لتر محلول سكري واحد لواحد وهي الطريقة الألمانية جربنا الطريقتين والتنتين ممتازات وأي عملية بدك تساوية بتجرب على خلية أو خليتين وبتتأكد أنه ما أثر هالماد على النحل وبدك تكون حاطت لك شي ورقة أو كرتونة بيضة وتتأكد من تساقط الفاروة وهالحمود اسبوعيا والطريقة الألمانية تستعمل تسع مرات خارج أوقات العسل والله أعلم السلام عليكم يا أبو حسين يا أبو حسين بالنسبة نحن من أول أغدين قاعدة أوروبية أنه ما بيستعمل حمد الأوكزليك إلا مرة أو مرتين كحد أقصى إليكن الألمان بجامعة مشهورة بألمانيا عم تقول تستخدم اسبوعيا ولا مدة تسع مرات بقى هون هدولي ما ننسيانين أنه يدرسوا الأسر المتبقي وأنه هذا خارج أوقات العسل ما بيوصل بقى للعسل هاي بالنسبة لأنه استخدامه اسبوعيا ولكن خارج أوقات العسل ومنجرب على خلية وحدة نحن جربنا ولازم تكون درجة الحرارة مناسبة يعني بالعشرينات وأدنى الواحد يتورط بأدنى درجة الحرارة يعني العشرين وطالع وما بيأسر لحد ثلاثين وخمسة وثلاثين ما بيأسر درجة الحرارة عندكم بجوز تكون درجة حرارة بين الثلاثين مناع عشرين هذا جو مناسب لاستخدامه وبتجرب أنت أولا على خلية وتتأكد أنه ما صلى شي خلال نص ساعة ساعة زمان بيبين مباشرة والله أعلم السلام عليكم الهيدروكسي ميتيل الفورفورال واتعم يبيعوه هذا بحوالي ثلاثين يورو النص لتر خمسمية يعني خمسمية وخمسين حاطين هنه دارسين أنه لأنه بالسكر وهذا حمان ممكن يحول السكر لهيدروكسي ميتيل الفورفورال حتى حاسبينه قديش رح يتحول وعم يقولوا لا يؤثر على النحل بقى كيف ما بدأ يكونوا دارسين الأثر المتبقي انتبهت عليها هاي الشغلة أنه حاطين لك الـ HMF أنه حتى دارسين إذا تخزن هذا هالماده اللي فيها الحمض هني عم يبيعوه بشكل عبوات لنا هلأ قبل شوي أنه بخمسمية وخمسين يعني نص لطر تقريباً وشوي الله يعطيك العافية ويسر لك يا أبو أحسين السلام عليكم اللاكتيك أسد شو اسمه هو بالعربي حمض اللبن وقت الواحد بيحول الحليب لها زبادي هالحموضة هي حمض اللبن هذا حمض اللبن هلأ قالوا لك هلأ بالمقاطع الصوتية أنه عم يحطوا الألمان تسع مرات من هداك خارج أوقات العسل هذا يستعمل ضمن أوقات العسل لأنه كل الناس عم تاكلوا وبيموجود بالعضلات وبقلب الدم شو هو اللاكتيك أسد يعني حمض اللبن بقى هداك إذا مثلاً خلص مرعة أطفت العسلات في مرعة تاني ورا بتبخ منه هداك صحي يعني صحي للإنسان يعني ما له أثر متبقي بالعكس يعني لو كان فيه شوية لبن حمض اللبن بالعسل ما مشكلة ليش؟ لأنه هو غزائي بالنسبة للإنسان والله أعلى السلام عليكم بالنسبة للخلايا البلدية بالنسبة للخلايا البلدية في عنا نحنا كرتون بيحطوا فوق منه البيض يعني له حفرة تنحط البيض وعنكم لازم يكون فيه هالشي باخد نص وحدة نص كرتونة وبحطنا خمسة سانطي من الأميتراز بتحط خمسة سانطي وبتحطها بالمدخن وبتدخن على كل خلية ثلاث دفعات بس أكتر ما بحط ثلاث دفعات ثلاث نفخات بالمدخن وهي كل أربع مرات كل أربعة أيام بتكررها مرة بتكرر ثلاث مرات أو أربع مرات بيكون نظف النحل لأنه بيظل يتساقط النحل من الفاروة من عن النحل أكتر من ثلاث ايام اللي بتدوخ فيه منه بيموت فورا وفيه منه بيتضعضع بعدين بيموت بيظل يساقط ثلاث ايام وأنت اليوم الرابع عم تعطي كل شي بيطلع من الحضنة عم يموت عم يموت أربع مرات بتكون نظفت كل النحل هاي بالطريقة الكيماوية أو بطريقة الشرائع فيه عنكن شرائع صينية كمان بإمكانه أنت تقسم الشريحة بالنص تقسم بالنص حتى ما يكون الخلايا الصغيرة هاي وتكون تاخد جرعة كبيرة بقسم الشريحة بالنص وبحط نص شريحة وبجرب بجرب أنه نص شريحة شريحة قدرت تتحملها الخلية يعني بظل أنا أعمل تجربة على خلية أو خليتين لأتأكد منها الشرائح الكيمائية الكيميائية فيه منها عدة مواد من بيناتها مثل تبع الشركة الألمانية من زمان باير بايفارول اسمه شركة باير وفيه أبيستان الأمريكي المادة الفعالة في الفلينيت أنا بجرب ما حط شريحة كاملة إلا بحط نص شريحة وبشوف النتائج أو بالمدخن خمسة صنط بحط على كرتونة نص طبق كرتون تبع البيض وبدخن ثلاث دفعات ثلاث دفعات والله أعلم السلام عليكم نفس الشريح الصينية اللي أنت هلا عم تستخدمها كانت أمريكا تنتج اسمه الأبيستان نفس المادة الفعالة في الفلينيت هاي الأصل أمريكا كانت الشريح هي اللي تصنعها من شريح بلاستيك وهاي نحنا وقتها صار يجينا مبيد في الفلوفينينايت اسمه المافريك الله يسلمك ويسر لك ويفتهى عليه السلام عليكم أبو حسين أبو حسين نحن استعملنا 44 غرام حمض الأوكزليك وحطينا فوق منه 5 غرام من حمض النمل أو حمض الفورميك ما أثر عن نحل أما أنا ما بحطه هذا التركيز يعني يعني عملنا تجربة بس أنا ما حطيت هذا التركيز عم حط 15 حمض الأوكزليك و30 حمض النمل 15 حمض الأوكزليك و30 حمض النمل أو حمض الفورميك أنا هذا اللي استخدمته أما هداك عملنا تجربة عليه ما أثر عن نحل بس ظلينا نحن على التركيز الأخف تمام الله يسلمك ويسلمك ويفتهى عليك يا رب وطبعا هدولي من نكون حاطينهم ضمن يعني لتر في محلول سكري هالمواد هاي الله يسلمك السلام عليكم وأي واحد بيقلك على أي تجربة أو على أي مكافحة بتجرب على خلية أو خليتين بعدين بتعمم هذا قانون أساسي الله يسلمك أبو حسين ونحن غايتنا الأولية والأساسية أنه مربي النحل ممكن يقدر يعمل مواد رخيصة وما بتكلفه كثير وآمنة بإذن واحد أحد الله يسلمك أبو حسين ويسلمك ويفتح عليك نحن للغاية لله لله وكل ياته لوجه الله ما بدنا لا جزاء ولا شكور والحمد لله هذا تبقى حسنة لكل واحد حتى اللي بيوزعها حتى هي كل واحد رب العالمين ما بيضيع مثقال ذرة والحمد لله رب العالمين الله يديمكم زخر لهالنحالين هالدرويش هالي عم يأنجو مادة وهي اللي نفتخر فيها فيها شفاء للناس رب العالمين يعني لازم نحن نكون على أدها المسؤولية نقدم مادة هالي وصفها رب العالمين بكتابه العزيز فيها شفاء للناس الله يسلمك ويسلك وحسي